أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول كيفية محاربة التطرف التي حضرها عدد ممثلين جمعيات المجتمع المدني أنهوا دورتهم بعد النقش والعديد من الملفات محمود موسى الفيل إن عملية محاربة الجماعات الإرهابية والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أمر يهم الجميع مما جعل البلاد في الآوينة الأخيرة التدخل في دول الجوار لأجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين في دول الإقليم وعليه أنهى المشاركون دورتهم التدريبية حول كيفية مكافحة الإرهاب والعنف والتي نظمت من قبل تجمع أبناء تاد للجمعيات المدنية بالتعاون مع مؤسسة ليبر أفريك التي تنتمي إلى مؤسسة أطلس الأمريكية وخلال يومين خلص المشاركون بمناقشة العديد من الموضوعات ذات صلة بمكافحة الإرهاب والعنف من جانبه الرئيس تجمع أبناء تاد للجمعيات المدنية المهندس فيصل حسين حسن قال إن هذه الدورة تمكن المشاركين بتلقي العديد من المعلومات حول الإرهاب والجرائم المنظمة والعنف مؤكدا في حديثه بأن محاربة هؤلاء الإرهابيين يتطلب مشاركة الجميع رئيس مؤسسة ليبر أفريك الدكتور هشام الموسوي أكد بأن مؤسسته ستكون منفتحة للجميع للإسهام في عملية نبز الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة هذا وفي نهاية الدورة تحصل المشاركون على شهادات تسكية من الجهة المنظمة تأكيدا لمشاركتهم الفاعل في هذه الدورة ومما يشار إليه فإن عدد المشاركين في هذه الدورة 35 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى بالبلاد بغية تحقيق الأهداف التنموية